السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا بحلقتنا اليوم عن الزوايا الفلكية وطبعا مجموعة الزوايا بدأنا فيها حديثا عشان نثبت ونوثق الزوايا مع الكواكب الأساسية وتأثيراتها والظلها موجودة كزوايا اللي أي شخص بدو يرجع لها يشوف هاي الزاوية شو معناها وشو تأثيرها إليها موجودة على القناة في قائمة الأخبار الفلكية اليوم رح نحكي عن زاوية رح تبدأ تأثيراتها من يوم 11.5 ليوم 24.5 طبعا ذروتها يوم 18.5 الساعة 58.59 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية تعتبر من الزوايا القوية جدا واللي إلها علاقة بحياتنا وبأسرارنا وبمكنوننا وبطاقتنا وبعواطفنا وبأحلامنا وبحجسنا وروحانيتنا أيضا اللي هي زاوية التزديس ما بين الشمس وما بين نبتن هي زاوية إيجابية قوية جدا طبعا دائما لما بتصير تشكل هاي الزاوية في أي وقت على طول في عبارة أو كلمات مختصرة مفتاحية إحنا دائما بنحكيها إنها هاي زاوية بتعزز الخيال للخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب تعطينا المثالية والإلهام والمواهب الفنية الميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو هاي بتعطينا شعور بالطمأنين الداخلي وبتخلقنا ظروف مناسبة للعمل حتى الأشخاص اللي انولدوا وكانت هاي الزاوية متشكلة بتلاقي هاي الصفات موجودة فيهم على طول يعني فورا تنطبع هاي كأنها إشارة لتحديد روحانيتهم وخيالهم سرعة بديهتهم تحليلهم للأمور بتكون قوية الآن هاي الزاوية نجد على الخرطة الفلكية إنه راح تكون الشمس على درجة 28 في هذا اليوم و28 نبتون راح يكون على نفس الدرجة 28 من برج الثور الشمس ونبتون 28 من برج الحود الساعة يوم 18 خمسة الساعة 10 و 59 دقيقة بتوقيت الأردن بتوقيت اللي هو زائد ساعتين عن جرينيج إحنا الآن في ساعة زيادة يعني من المفروض أن الوقت يكون 11 و 59 دقيقة ولكن ساعتين عن توقيت جرينيج طيب الآن بالنسبة لهاي الزاوية هي راح تشكل كمان في زوايا أخرى مع المريخ نذكر إحنا في التوقعات اليومية وأيضا إنه يعني هاي الزاوية إلها فعالية قوية جدا راح تكون بحياتنا وخصوصا إنه برضو الشمس مع بلوتو بتشكل يعني في تدعيم لأكثر من شيء لاتخاذ القرارات أو لحسم الأمور أو اتخاذ خطوة جريئة في حياتنا ولكن الأساس في هذا الموضوع هو بيتكلم عن أشياء بتتعلق بالفن بتتعلق بشفافيتنا بحسسيتنا بعاطفتنا بذوقنا بجمالنا بخيالنا عشان هيك هاي الزاوية تعتبر من الزوايا القوية واللي بتشكل نوع من أنواع التحليل بشخصية البشر يعني عشان تعرف أنه هذا الشخص رومانسي هذا الشخص بيقدر يجمع ما بين العاطفي وما بين القلب في نفس الوقت بيقدر يتحمل بعض المسئولية وخصوصا المسئوليات الروحانية تحديدا هدول الأشخاص عندهم حس روحاني عالي جدا وها عندهم حس بالدين أو القناعات الإيمانية بالطاقة الداخلية في الجسم بتكون عالية أغلب اللي بتكون عندهم هاي الزاوية هم أشخاص أحلامهم تقريبا نقول إنها شبه واقع يعني بتيجي على شكل رؤى دائما بيجيهم إحساس عالي جدا بالأشياء يبل ما بتصير عندهم قدرة على إنهم يتنبؤوا بأشياء يبل ما تصير إن كان خير أو شر بحمل أنثى بميلاد شخص بوفاة شخص بحادث لشخص يعني قوية بكل مقاييسها أغلب الأشخاص اللي بتكون هاي الزاوية متشكلة عندهم هذول الأشخاص بيشتغلوا بمجال الصيدلة بمجال الفن بمجال السينما بمجال النقد بمجال الكتابة وأيضا منهم أشخاص بيصلوا لمرحلة إنهم بصيروا عرابين سياسي أو فن أو تكنولوجيا عندهم قدرة على الابتكار عالي جدا وأشخاص دائما بيلجعوا للسلم ولكنهم أصحاب قرار يعني بصدر قراره بدون عنف دوليا هاي الزاوية دائما بالدل على اهتمام الدول بالفترة هاي أو تحركات الدول أو قرارات الدول بتصير إلها علاقة بالأسطول البحري أو القوى البحرية أو التحركات البحرية أو بصير اهتمام بعض الدول الأخرى بالصيد البحري أو زيادة انتاجية الصيد البحري أو منتوج أو حصاد الصيد البحري تنشط برضو بالفترة هاي بعض الصناعات اللي هي لها علاقة بتكرير النفط تزداد تصير نوع من أنواع العرض والطلب عليها المرابح المكاسب اكتشاف أشياء لها علاقة بهاي الأمور وأيضا تهتم شركات الأدوية يا إما بإعلان عن دواء جديد عن علاج أو عن اكتشاف أو عن البدء بتجاهره الجديدة لها اكتشاف علاج لمرض معين أما بالنسبة للسينما فكثير من الانتاجات اللي بتصير بالفترة هاي بتلاقي نجاح وأيضا بصير فيها نوع من أنواع طفرة يعني إشي جديد إشي أول مرة يستخدم إن كان بالقصة أو بعملية المنتاج أو من عملية التمثيل أو يعني فيه شيء مختلف بيكون في هذا الموضوع الأهم من هاي النقطة إنه هنا بهاي الفترة بصير تمسك عند الناس أو عند الأشخاص بعقيدتهم ودينهم أكثر فأكثر وشفافيتهم الروحانية بتصير عالية جدا قربهم إلى الله بالدعاء بالتوسل بيصير فيه نوع من أنواع الحس بالشيء يبل ما يلفظوا فيه فعشان هيك بتكون فيه على يقين بتعطيه إجابات بتعطيه يعني بقول لك والله فلان دعاء مستجاب دعاء مستجاب ممكن دعاء مرة استجيب ومرات ما استجاب إيش الوقت اللي صار فيه الدعاء عشان حفز إنه الدعاء يكون مستجاب طبعا ربنا يستجيب كل الأدعية نوع من أنواع الاجتهاد لتحديد لأخذ الأسباب في كل شيء يعني ربنا لما قال قراءة مثلا سورة الكهف في أواخر يوم الجمعة اللي هي ما بعد العصر هو حدد لك وقت الفلك برضو لتهتدي به برضو بيدلك على أشياء وعلى طاقات وعلى أبواب كونية بإمكانك إنك أنت تستغلها هاي الفترة من الفترات القوية جدا لهاي الأمور اللي هي من 11.5 لـ 24.5 قوتها من 14.5 لـ 22.5 الذروة زي ما حكينا يوم 18.5 الساعة 8 وتسعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج عشان ما نصير الحلقة طويلة نكتفي بهذا القدر بالتعليقات اللي ينطبق عليه هاي الصفات اللي في خارطة الفلكية هذا هذا التسديس موجود اللي بحس بهاي الطاقات بدأ يشعر فيها يكتبها بالتعليقات عشان تكون مرجع للأشخاص اللي بدهم يتابعوا الحلقة ويعرفوا تأثيراتها صحيحة مش صحيحة واللي عنده انتقادات يكتب ليها بالتعليقات أو إضافات يضيف ليها بالتعليقات هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر